اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب ان مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لديها موقف ثابت وراسخ في دعم الاشقاء الفلسطينيين جاء ذلك خلال كلمة معاليها بالمؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي المقام بالعصمة الاردنية عمان واشارت معاليها الى ان البحرين عبرت عن هذا الموقف مرارا وتكرارا في العديد من المناسبات والمواقف والتجمعات الاقليمية والدولية واعلنت دعمها للحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق ومساندتها لكل ما يراه الاشقاء الفلسطينيون ملبيا لتطلعاتهم ودعت رئيسة مجلس النواب الى تقديم رسالة برلمانية عربية الى العالم بان القضية الفلسطينية كانت وستبقى قضيتنا المركزية رغم كل الظروف والتحديات وان البرلمانات العربية ترفض اي مبادرات او خطط تنال من الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني الشقيق كما اعربت زينل عن تقدير مملكة البحرين للجهود الكبيرة لفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحرصه على توحيد الموقف العربي ازاء التطورات والمستجدات للقضية الفلسطينية مؤكدة على اهمية ان يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني الشقيق من اي خطوات احدية تتناثى مع قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي كما طالبت معاليها المؤتمر بان يضمن بيانه الختامي رفض اي خطط او مقترحات منفردة لا تضع في اعتبارها مصالح الشعب الفلسطيني وارادته الوطنية وحقوقه المشروعة مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه لديها موقف ثابت وراسخ في دعم الاشقاء الفلسطينيين ومساندة الجهود الرامية الى حصولهم على حقوقهم المشروعة في اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي اقرتها القمة العربية عام 2002 ترجمة نانسي قنقر